أنا أقول أن الفتح اليوم خسر بالتعادل أنت فريق يتقدم مرتين فريق أنت تدرك حتى التعادل معه عن طريق ضربة جزاء يعني أنا أعتبرها هادية من لاعب الفتح فتح أي يعني ما كانت حتى ضربة الجزاء نقول لي والله في كرة هي متعوب عليها ما كان أمامها المدافع إلا هذا الحل أو أنت أجبرت المدافع على هذا الحل كان صراحة تصرف من نوح الموسى يعني غير مبرر في وسط منطقة الجزاء وأنك يعني تلعبها الكرة أو تحاول تشتيت الكرة بهالشكل النصر يعني لو تشوف الفتح يمكن كراته أخطر رغم قلتها لكن النصر عنده مشكلة في صناعة الآن الهجمة وهذا نحمل المدرب يعني قارسيا يعني انتقادات بعضها لتطال المدرب يعني الأقل في المباريات الماضية تشوف معه حق الاستحواذ بدون خطورة بدون صناعة فرص لو الفريق فعلا يوصل للمرمى نجد العذر للمدرب نقول والله كان فيه ضياع فرص يشتوى المدرب المدرب يعني مهمة أنه يقدر يوصل اللاعبين إلى المرمى صحيح الخاصة هذه ما شفناها في النصر افتقدها النصر يعني انت تجي تلقى تاريسكا ترى على فكرة في المباريات الماضية تاريسكا هو اللي قاعد يشيل النصر آخر خمس مباريات تاريسكا هو اللي يسجل هدف النصر في كل مباراة تاريسكا لابد أنه يظهر بشكل فردي ويسجل مع الكرة النصر يعني حقيقة أنا ما أعرف السبب لكن اختلفت ما عد فيه صناعة الهاجم ما فيه حتى مستوى اللاعبين حقيقة فيه يعني هبوط ما تعرف يعني الأسباب بسلطة الغنة ما أبدا ما هو بسلطة الغنة مجهة اليمين النصر صار أصبح يعني اللي كانت يمكن هي مصدر الخطوط في المصمص أصبح يمكن نقطة ضعف في الفريق لا هجوميا ولا دفاعيا تجي على حال المدافعين النصر تجده حقيقي يعني ما هو في أفضل حالاتهم لا جامي ولا عبدالله العمري يعني من غاب الأرجنتيني ألفار ونحن نشوف دفاع النصر يرتكب العديد من الأخطاء في كل مباراة كثير من اللاعبين لا يظهرون بالشكل عبدالرحمن غريب يعني أيضا اليوم ما كان يعني بالشكل جيد مشاري بوف أيضا ما كان بالشكل جيد في لاعبين كثير في النصر أي من يحيا ما هو أي من يحيا اللي شفنا في بداية الموسطر طيب يرجع لللاعبين أنفسهم ولا توظيف المدربين سؤال مهم والله أنا ما أقدر أعرف حقيقة الأسباب لكن أعتقد أن المدرب يتحمل جزء من المسؤولية يعني اللاعبين كانوا متألخين لحد قريب يعني ما تقول أنت هذا ما تقدر تقول والله فيه مساءة إرهاق مساءة والله الموسم الماضي مختلف أداءه للتمرين هالموسم مختلف لا كانوا متألقين يعني بعضهم في بداية الموسم مثل أي من يحيا ترجمة نانسي قنقر